بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها سادة الكرام ربنا سبحانه وتعالى في توجيه في سورة الحجرات قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وسبب نزول هذه الآية أن نبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهذا الرجل كان قد أسلم وأرسله نبي صلى الله عليه وسلم إلى بن المصطلق حتى يأخذ زكاة أموالهم ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم بها بن المصطلق دول جماعة أو قبيلة كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب والنبي صلى الله عليه وسلم راح عربهم وبعدين انتصر عليهم وأعلنوا إنهم خلاص يسلموا وإنه يا رسول الله أرسل إلينا من يأخذ زكاة أموالنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط في الطريق الوليد هذا ظن أنه من الممكن أن يغذروا به ليه؟ قال كان فيه بينهم مشكلة في أيام الجاهلية قبل الإسلام وخرج هؤلاء حتى يستقبلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسنوا استقباله وخرجوا إليه في الطريق فأول لما رآهم من بعيد ظن أنهم خرجوا إليه ليقتلوا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقص عليه ما حدث بدقة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن القوم خرجوا يريدون قتلي وفعلوا كذا وكذا وقد هربت منهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيز الجيش وأمر قائد الجيش بأنه يذهب إليهم حتى يستقصي الخبر أرسلوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن سبب عدم ورود رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الراجل مجاش هل النبي صلى الله عليه وسلم غضب منا أو يعني فعلنا فعلا أو وصل إليه أمر فتحقق لدى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كذب وكذا يوقع المسلمين في حرب فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وربنا سبحانه وتعالى وصفه بالفسوق لأنه كان يتسبب في وقوع حرب لأنه كذاب والمؤمن لا يكذب أبدا كان الأولى أن يقول يا رسول الله أنا ذهبت إليهم ثم تذكرت أمرا كان بيني وبينهم في الجهلية وقد خشيت منهم فيا رسول الله أرسل إليهم غيري لكنه لم يفعل ذلك وإنما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يتسببوا في حرب لماذا نقول هذا ربنا بيقولنا إن جاءكم فاسق منبأ فتبينوا تثبتوا يتأكدوا الأول من الأخبار أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآن مع انتشار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمتعددة والمقروعة ومع امتلاك الناس لوسائل نشر الأخبار عن طريق التليفونات المحمولة عن طريق المواقع الكثيرة عن طريق عمل المرسلين عن طريق التصوير عن طريق الفبركة عن طريق تغيير الصور والعبث بها إلى غير ذلك أمكن نشر الكثير جدا من الشائعات وأقول إن واجبنا الآن أن نقول لا للشائعات أن نحاربها بل إنني أقول إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن يكذب الرجل الكذبة يعني يكذب مرة وبعدين تبلغ الأفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم واحد يكذب توصل كده تم للمدينة لكن النهاردة حضرتك ممكن تسمع كذب مختلق في أقصى بلاد العالم ويصل إلى سمعك ولعلك تصدقه لأنه الشخص الذي ينشر الشائعات أو الأجهزة التي تعمل على نشر الشائعات في حروب الجيل الرابع وتفتيت الدول تقوم باقتطاع جزء من الحقيقة ونسج الخيال عليه ونسج الخبر عليه كاذب غير صحيح حتى ترويج هذه الشائعات الدول الآن في منحنة شديد الخطورة في تاريخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن نمر به في سلام ومن هنا أقول إن الشائعات كثيرة وستكثر في الأيام القادمة لأنهم يريدون تفتيت بلادنا ويريدون تمزيق وحدتنا ويريدون شق الصف وواجبنا أن نلتف جميعا حول بلادنا وأن نكون يدا واحدة وعصا قوية على العدوين وأن ندحرهم بأن لا نستمع إلى أخبارهم ولا إلى شائعاتهم وأن لا نروجها ما فيش حاجة اسمها حضرتك وإنت قاعد ماسك التليفون تقوم ناشر خبر من غير ما تتأكد من صحته لأن هذا حرام لأنك أحد الكاذبين لأنه كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع ده الحديث يعني لو أنت كل حاجة بتسمعها بتقولها أنت أكيد هتقع في الكاذب وأنت في هذه الحالة أحد الكاذبين حضرتك شايل جزء من الذنب لأنك أنت كل اللي نشرت اللي سمعته نشرته سواء اللي نشرته ده متعلق بأخبار الوطن أو متعلق بالدين حديث قرأته ومن تشعرف صحته وأم تنشره سمعته من شخص غير مختص وأم تناشر معلومة من تشعرف صحتها معلومة طبية من تشعرف صح ولا غلط وأم تنشرها يا سادات الأفاضل أنتم لا تحوزون ثوابا على نشر هذا بل إن هذا سبب الاكتساب الكثير من الآثام والمعاصي الواجب الآن غلق الأفواه الواجب الآن أغلق عليك فمك وليسعك بيتك الواجب الآن إن الإنسان يقلل من الكلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل اللهم احفظنا وكفينا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة